الكاميرون تصعى قبط للعالم الارجنتين في مواجهة الكاميرون المباراة الافتتاحية لموديال تسعين كان من المطاقع ان يجتاز حمل اللقب بقيادة نجم الخارق مارادونا بسهولة خصمه الافريقي كان عدد لعبي الكاميرون قد تقلص الى عشرة عندما حانت اللحظة الحاسمة في الدقيقة السابعة والستين لكن فرانسواء اومان بيك سعق الارجنتين والعالم برمته عندما تدحرشت رأسيته تحت جسد بومبيدو في الدقيقة الثمانية والثمانين وجدت الكاميرون ان عدد لعبيها تقلص الى تسعة عندما تعرض ماسينج للطرد بسبب تدخله العنيف ضد كانيجيا لكن الاسود التي لا تقهر والتي تستحق بجدار هذا اللقب تشبثت بفوزها ترجمة نانسي قنقر